يا مسائل فل على احلى شباب في الدنيا عملة بيبي صورة عملة ميم عملة جديدة زي بيبي ايلون زي عملات الميم اللي اندرجت وي شالت اسفار كتير العملة ده هنشرحها النهاردة وهنشوف نظامها ايه وهل ليها مستقبل ولا لأ والعملة مدرجة على ايه والرود ماب بتاعها ايه وهتدرج على منصات ايه فيها فرصة ولا مفهاش كل الكلام ده هنعرفه مع بعض دلوقتي ده الموقع الرسمي لعملة بيبي صورة العملة لسه جديدة يا شباب خلينا نترجم كده الكلام ده ونبتدي نشوف مع بعض واحدة واحدة بيبي صورة الرموز الحقيقية على ايه اي يبقى هم مشروعهم ايه اي الزكاء الاصطناعي فلا دعي للتردد في اتباع اتجاه بيبي صورة ظاهرة جديدة للجمع بين بيبي صورة لو نزلنا تحت شوية بيقولك اكتشف امكانيات بيبي صورة ليس مجرد رمز بل سيجلب لك اكثر من ذلك هنا بيقولك safe and long term community الامان والمشروع الطويل للاماد عندهم تيم وبيقولك big and public road map خارطة الطريق متوضحها بطريقة سالسة ونسيابية وتقدر حضرتك تتطلع عليها الجمع بين blue chain والزكاء الاصطناعي بيقول لحضرتك هنا ده بوكس بيبي صورة لكن احنا هدفنا اكتر العملة عايزين نعرف تفاصيل العملة واحدة واحدة مع بعض مش عايزين نشوف ان ايه في تيح حاليا في الوقت الحالي بيبي صورة توكن البرسيل ستين في المية والبرسيل فعلا الشباب انتهى وتم بالفعل ومعادش تقدر تشترك في البرسيل لكن العملة هنشوف دلوقتي موجودة على ايه اجمال العرض التوتال سابلاي اللي موجود بتاع العملة ربعمية وعشرين مليار عملة من عملة بيبي صورة ده العقد الزكي بتاعهم تقدر تدفع على المحافز اللي مركزية زي ميتا ماسك زي تراست ويلت زي محافز الويب سريو هكذا لو ضغطنا على بنك كسواب هنلاقي ان العملة موجودة على بنك كسواب بيبي صورة هنقول له مثلا اي اندرستاند وهنجي هنا لليو از دي لو قلنا له واحد يو از دي هيقول لحضرتك بيساوي قد كزا من عملة بيبي صورة وهنا موجودة على ديكس فيو لو حضرتك برضو عايز تشتريها من ديكس فيو وبيعرف حضرتك هنا اردرات البيع واردرات الشراء هنا الاردرات بتاعت الشراء اللي بالاخدر واردرات البيع بالاحمر واخد سكور ستة وستين من تسعة وتسعين وطبعا العملة موجودة على بين بي سمارت شين شبكة باينانس ولو ضغطنا على البي اس سي سكان كده يفتح لنا الوجهة بتاعت بيبي صورة بيقول لحضرتك توتال سابلاي ربمائة عشرين مليار وي الهولدرز او المالكين للعملة تلات تلف وتلتمية شخص وهنا التحولات اللي بتتم كل دقيقة او الشراء او المعاملات بتاعت التبادل على بنك كيسواب وعلى ديكس فيو بتلاقيها على الشبكة بتاعت بي اس سي سكان طيب ماشي هنا بيقول لحضرتك التوسع المستمر وربط الشرقاء الرئيسيين بنك كيسواب ديكس تولز كوين جيكو بنك سيل باينانس سمارت شين ديكس فيو بي اس سي سكان كوين ماركت كاب وديت الرودماب بتاعتهم يا شباب ده المرحلة الاولى واللي اعتبر تمت بالفعل بقول لحضرتك هنا كان عندنا البريس سيل على بنك سيل وبنك سيل من الشرقاء هنا يا شباب طيب الهدف بتاعهم اللي جاي في المرحلة الجاية وفي المرحلة التانية تمت بالفعل تم ادراج العملة على بنك كيسواب لكن بقى في هنا نقاط تانية جديدة اللي عايزين نشوفها احداث اللي هي المجتمع بتاعهم احداث كبيرة وعندنا اللي هم الشرقاء شرقاء جديدة قوية وفي هنا بقى الادراج على المنصات وطبعا ده اللي هم بيهدفوا ليه وعايزين يدراجوا العملة على المنصات المنصات المركزية زي بنك اكس زي امي اكس سي زي بايبت اوك اكس باينانس لكن اعتقد ان باينانس دي حاجة بعيدة شوية لكن العملة لو درجت على منصة كبيرة العملة هتشيل كام صفر يعني نقطة ان حضرتك تشتري فيها دلوقتي نقطة ايه لحد ما كويسة لكن دي انا مش جاي نصحك بيها انا مش جاي دل حضرتك نصحها استثمارية انا بعرض مع حضرتك المشروع والقرار في الاول وفي الاخر لحضرتك لكن لما العملة تدرج على المنصة مثلا اي منصة الماء زي مثلا منصة mxc بتدخس والسيولة قويسة وعلىها عملة كتير جدا منصة كويسة برضه لكن ما زي المنصات الكبيرة اللي احنا بنشتغل عليها ومانا تمنى ان العملة تدرج على المنصات الكبيرة اللي احنا بنشتغل عليها ديها هتبقى تعمل سهري كويس جدا زي ما حضرتك شايف ان العملة لها صفر كتير يعني هدي صفر التاني التالت اربعة صفار خمس صفار ست صفار سبعة تمانية تسعة عشر احداشر حداشر صفر واحد لو درجت على منصة على الاقل هتشيل صفرين تلاتة فده اللي انا باتكلم فيه مع حضرتك وبقول لك هنا هدفهم برضو اللي هم يوصلوا الخمس تلاف حامل زي ما احنا شفنا في بي اس سي سكان كانوا تلات تلاف وتلتمية هم هدفهم اللي هم يوصلوا الخمس تلاف حامل وهيعملوا نظام الستيكنج هيعملوا بي بي صورة ولد هدفهم اكتر من وترويق التلجرام الخاص بيهم والجميل تقدر تتواصل معهم لو عندك اي حاجة او عايز تستفسر عن اي حاجة تقدر تتواصل معهم وكده يكون انتهى فيديو النهاردة فيديو بسيط سريع كده يا شباب لو عايز تشتري العملة ديت هتبقى من بنكك السواب اوتوماتيك والقرار زي ما قلت لحضرتك على عطاقك الشخصي ديت مش نصاحها استثمارية كده يكون خلص فيديو النهاردة مس عليه باللايك الجميل بتاعك كمينت براية يا حضرتك اشتراك لو حضرتك مش مشترك فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم